في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالبروتونيالفليود وكمان طريقة الإجزامناشن إنسايد زي لاد وقت الزي بريتونيالفليود ما هو البروتونيالفليود البروتونيالفليود عبارة عن Liquid أو Fluid موجود في الابدومنالكافيتي بمعنى أنه عبارة عن Fluid موجود في الكافيتي الموجود في منطقة البطن اللي احنا بنسميها الابدومنالكافيتي البروتونيالكافيتي عبارة عن Space موجود في منطقة الابدومن موجود ما بين الفيسرل بروتونيام اللي هو عبارة عن Sin Membrane Covering All Abdominal Organ and Brital Brutonium عبارة عن Sin Layer بتعمل Covering The Inside Of The Abdominal Organ بمعنى البروتونيالكافيتي يبقى عبارة عن فراغ أو Space موجود ما بين طبقة داخلية وطبقة خارجية الطبقة الداخلية هي عبارة عن الغشاء أو الممبرين اللي بيغلف كل الانتيرنال أورجن اللي احنا بنسميه ال Visceral Brutonium وما بين الطبقة الخارجية اللي احنا بنسميها ال Parietal Brutonium ودي اللي بتغلف الابدومنال وال من الداخل الفراغ ما بين الطبقتين هو ده البروتونيالكافيتي اللي بيبقى موجود بداخله البروتونيالكافيتي اللي احنا بنتكلم عليه في الفيديو ده البروتونيالكافيتي بيبقى متغلف من الداخل بواسطة البروتونيال ممبرين وهو عبارة عن Protective Membrane بيتكون من الميزو سيليال سيلز عشان كده بنسميه Protective MesoCellial Membrane وزي ما هو بين في الصورة بنلاقي ان الميزو سيليال سيلز بتمثل الطبقة الخارجية من الممبرين تحتها بيبقى موجود الConnective Tissue والBlood Capillaries والLymphatic Vessels وده صورة بتبين تركيب البروتونيال ممبرين اللي بيغلف البروتونيال كافيتي من الداخل مكون من الميزو سيليال سيلز بتكون الطبقة الخارجية يليها الConnective Tissue مع Blood Capillaries والLymphic Vessels بالاضافة لـ Different Types من اليميون سيلز وزي ما هو بين في الصورة بنلاقي المنطقة اللي يغضى اللون الأزرق دي كلها دي عبارة عن البروتونيال كافيتي الموجود ما بين الطبقة الداخلية اللي هي مغلفة كل الأورجن سواء الانتستن والاستمك والبانكرياس والليفر وما بين الطبقة الخارجية الموجودة في الانرسايد كل المنطقة دي بنسميها البروتونيال كافيتي وبتحتوي على البروتونيال فليب البروتونيال فليود الموجود ما بين الفيسرال بروتونيام والبراية البروتونيال بتسميه سرس فليود لأنه موجود ما بين two membranes البروتونيال فليود نورمالي بيبقى small amount موجودة في البروتونيال كافيتي حوالي من 30 ل 50 ميلي من السرس بروتونيال فليود ودايما الاماونت بروتونيال فليود بتبقى small لأن rate أو سرعة البروتونيال فليود بتساوي سرعة الابسوربشن عشان كده دايما كمية البروتونيال فليود بتبقى كمية صغيرة من 30 ل 50 ميلي داخل البروتونيال كافيتي وظيفة البروتونيال فليود الموجود في البروتونيال كافيتي it acts as lubricant around the abdominal organs يشتغل كlubricant أو بيساعد في أن الأعضاء الداخلية الموجودة في منطقة الأبدون تتحرك بسهولة فأول function هي عملية lubrication كمان البروتونيال كافيتي اللي هو function في أن هو بيسمح بعملية diffusion للإلكترولايت والنيوترين والother substance من البلوت للبروتونيال كافيتي كمان بيسمح بمرور substance من البروتونيال كافيتي للبلوت لأن زي ما قلنا هو عبارة عن ميمبرين بيبقى موجود فيه كمية كبيرة من الكابيلرز والليمفيبيسيز عشان كده بيبقى سهل يحصل filtration من البلوت للبروتونيال فليود أو absorption من البروتونيال فليود to the blood البروتونيال فليود البروتونيال فليود عبارة عن ultra filtrate of the blood بمعنى أن البروتونيال فليود مصدره جاي من البلوت عن طريق عملية filtration نتيجة لوجود البلوت كابيلرز بكمية كبيرة في البروتونيال وال فبيحصل filtration للبلوت وبيخرج منه فليود بيوصل لمنطقة البروتونيال كافيتي اللي نحن نسميه البروتونيال فليود وعملية filtration من الكابيلرز للبروتونيال كافيتي بتبقى معتمدة على ثلاثة ميكانيزم أول ميكانيزم يسميها hydrostatic pressure inside الكابيلرز نمبر تو البلازما انكوتيك بريشر المعتمد على كمية البروتين الموجودة في الدم رقم ثلاثة بيعتمد على الكابيلرز بيرميابيليتي مدى سلامة الممبرين أوف بلاد كابيلرز وبالتالي بتقدر تتحكم وتسمح بمرور بعض العناصر فقط الثلاثة فاكتور دولة هم اللي بتحكموا في كمية الفليود اللي بيحصلها filtration من البلوت للبروتينيال كافيتي وزي ما هو بيقينيزم في الصورة بنلاقي التلاتة فاكتور اللي بتحكموا في كمية الفليود اللي بيحصلها filtration من الكابيلرز لبروتينيال كافيتي اول فاكتور هو الهايدروستاتيك بريشر ده البريشر موجود داخل الكابيلرز اللي بيعتمد على البلوت بريشر وده بيساعد في خروج الفليود من البلوت كابيلرز تو بروتينيال كافيتي لو زايد الهايدروستاتيك بريشر بيتزيد كمية الفلاود اللي بتخرج من الكابيلرز وبتخش في البروتينية الكابيلرز الفاكتور الثاني وهو الكولويدال اوزموتيك بريشر أو بنسميه كولويدال انكوتك بريشر ده بيعتمد على كمية البلازمة بروتينز الموجودة في البلود داخل البلود كابيلرز البلازمة بروتين مسؤولة عن البرزيرفاشن of fluid inside the blood كابيلرز بمنق خروج الفليود من الكابيلرز للبروتينيال كافيتي وبالتالي لو ألت البيلازمة بروتين بيزيد خروج الفليود من الكابيلرز للبروتينيال الكافيت رقم 3 وهي سلامة ال harvest اللي بيتحكم فيه El Beneability وفي ال Sub situ shorts اللي بتخرج من الكابيلرز وتوصل للبروتينيال الكافيتي وفي Norman period نعيد عليه في約 sollteps ما بين Hydro-Static pressure وما بين有 acoustical pressure علشان كده كمية البروتونية تبقى سابتة او كونستنته لان ثاني سي virgins ما بين عملية وعملية الامفار البريوتونية الفلاود ing τονBR البريوتونيا الفلاود عبارة عن فلاود نقوم بتهمله اكتر من نوع من الامفل او الامفل وهو العبارة عن الابيرانس والو responding الرسم تعرف علي العبارة عنih بيبقى اقل من 50 ملي فبالتالي normal بروتونية الفلاود بتبقى كميته صغيرة سائل شفاف لونه اصفر خفيف اللي بنسميه light yellow ونسميه cirrus fluid بمعنى انه هو سهل الحركة بيتحرك زي الووتر النوع التاني من الexamination وهو elmicroscopic examination من خلاله بنعد الخلايا الموجودة في البروتونية الفلاود normally red blood cells بتبقى مش موجودة تبقى none white blood cells بتبقى اقل من 300 cells per microliter السيتولوجي بمعنى other cells مفروض انه بيبقى no malignant cells مافيش اي انواع اخرى غريبة من الخلايا لحن مسميه malignant cells واللي بتديني indication على الكانسر او التيومر الchemical examination البروتين بيبقى اقل من 4.1 من 10 جريم على الديسي ليتر البروتين بيكون من large molecules عشان كده ما بيقدرش يعدي كله من البلازمة للبروتونية الفلاود عشان كده البروتين في البروتونية الفلاود بيبقى اقل من البلازمة بينما الother parameter زي الجلوكوز بيبقى parallel with serum value بينما بيبقى سهل الانتقال عشان كده بنلاقي الجلوكوز level موجود في البروتونية زي الموجود في البلاط كمان الاميليز بيبقى parallel with serum value الامونية بتبقى اقل من 50 ميكرو جرام برديسي ليتر LDH enzyme lactic dehydrogenase enzyme بيبقى parallel with serum value كمان الalkaline phosphatase والcarcino embryonic antigen عبارة عن tumor marker كمان بيبقى parallel with serum value النوع اللي بعد كده من الexamination وهو المايكرو بيولوجيكال examination نوع باسوجينيك مايكرو ارجانيزمز بمعنى انه خالي تماما من وجود اي مايكرو ارجانيزم داخل البروتونية الفلاود اشتركوا في القناة